تتواصل الاشتباكات في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دون أي أفق للتسوية بعد فشل الطرفين في الالتزام بوقف إطلاق النار حيث أفادت مصادر الحدث بمقتل 25 شخصا على الأقل في اشتباكات الأمس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمال درفور وقد تحدثت مصادر عن وجود قناصة في المدينة كما وردت أنباء عن تخطيط جماعات مسلحة للسيطرة على مدينة الجنينة في إقليم درفور المدينة التي تشهد وفاة شخصين إلى ثلاثة كمعدل يوميا وفق مصادر السودانية بسبب انهيار القطاع الصحي وتدهور الوضع الإنساني وقد تسببت الحرب الدائرة بعزل أكثر من 36 مدينة وبلدية سودانية في درفور عن العالم بعد خروج شبكات الاتصال عن التغطية كما انقطعت الاتصالات في عدد من المدن في إقليم درفور بعد خروج ولايات غرب ووسط درفور بأكملها عن تغطية الاتصالات ينضم إلينا من أوم درمان الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر شهدي صباح الخير إذا نضعنا في صورة التطورات الحاصلة على المستوى العسكري وعلى المستوى الإنساني أيضا صباح الخير ضحانا أن تتواصل المعارك في عدة نقاط من صباح هذا اليوم حيث جرد اشتباكات برية في شمالي مدينة الخرطوم بحري مع بين الجيش والدعم السريع دوت من هناك أصوات القذائف وإطلاق النار كذلك جنوبي مدينة أوم درمان شهدت هذا الصباح اشتباكات متقطعة بأسلحة خفيفة وأسلحة متوسطة أيضا يسمع مواطنون شرق مدينة الخرطوم أصوات متقطعة لإطلاق معرض يحل الطيران الاستطلاع منذ الصباح الباكة في مدينة أوم درمان بعد يوم شهد قصفا متفعيا استمر لساعات طويلة خلال ليلة أمس وحتى فجر هذا اليوم كان هناك قصفا متفعيا استمع الناس في جنوبي مدينة الخرطوم دوي انفجارات في ساعات متاخرة من الليلة أمس القصف المتفعي تواصل حتى الفجر لم يحلق الطيران الحربي بعد تحديدا في مدينة أوم درمان ولكن يحلق طيران الاستطلاع ودعا أشير إلى انقطاع في التيارة الكهربائية عن مناطق واسعة من مدينة أوم درمان والعاصمة كانت قد شهدت تساقط أمطار ليلة أمس ومن بعد كان هناك قصفا متفعيا نعم بالنسبة للوضع الإنساني أيضا نبقى في شهدي حتى لو لم يسقط ضحايا جراء الاشتباكات العسكرية فهناك من اثنين إلى ثلاثة أشخاص يموتون بسبب الحالة الصحية وبسبب انهيار القطاع الصحي وتدهور الوضع الإنساني ماذا في تفاصيل ذلك أيضا؟ نعم في ولاية الخرطوم في العاصمة الخرطوم الصعوبات كما هي سرحيا كثير جدا من المستشفيات كما تعلمين ما تزال هي خارج الخلمة بسبب تعرضها للقصف وبسبب تواجد قوات الدعم السريع فيها المستشفيات الطرفية باتت تحتمل فوق قدرتها أو فوق ما تحتمل إضافة إلى نواقص عديدة أولها نواقص فيه الكوادر الأطبية العاملة فضلا عن شحي مكانات المستشفيات الطرفية هذه لا يمكنها أن تباشر أو أن تتعامل مع كل الحالات التي تريد إليها لجأت قرفة القرفة الطوارئ المشكلة أو المكونة بشكل أحلي من قبل لجان الأحياء وسكان الأحياء إلى تشكيل أو إلى تكوين عيادات ميدانية ولكن في النهاية هي تبقى عاجزة على التعامل أمام حالات كبرى مرضى أمراض مزمنة مرضى قلبي أو خلافه كل هذا يرسم واقع قاتم هناك صعوبات أيضا تواجه المرضى في الوصول إلى المستشفيات التي تعمل حتى أن الدفن الموتى يواجه صعوبات كثير من التقاليد والعرافة السودانية في مزالة الدفن اختفت منذ الخامس عشر من أبريل هناك صعوبات تواجه حتى الوصول إلى المقابر لدفن الموتى الوضع الإنساني يمضي من سيء إلى أسوأ استمرار الحرب سيعني توقف الحياة في الخرطوم جبار المزيد من مواطني بلاد الخرطوم على النزوح بحثا عن وضع إنساني هذه الحرب إنسانيا يفوق قدرة تحمل السودانيين نحن نتحدث عن استراف كمالها للشهر الثاني موظفين لم يصرفوا رواكبهم سمافي المسجد الاتحادية وفي الشركات الخاصة لا يمتلكون مال يكفي لسداد احتياجاتهم سنبقى معك في تطورات هذه الصورة التي تنقلها لنا وشكرا جزيلا لك من أم درمان الصحفي في مكتب الحدث في السودان شودي نادر شكرا جزيلا لك من درفور ينضم إلينا الصحفي صالح أبو علامة صالح صباح الخير إذن أبقى معك في الوضع الإنساني خاصة في ظل حديث عن أنه في الجنين فقط يموت شخصان أو أكثر يوميا بسبب انهيار القطاع الصحي وتدهور الوضع الإنساني ماذا في التفاصيل نعم الوضع في إقليم درفور يزداد سوء يوم بعد يوم خاصة بعد خروج عدد كبير من المستشفيات عن العمل وخروج أيضا مدن عديدة في إقليم درفور من الكهرباء نحائيا هناك ولاية كاملة اليوم مظلمة منها غرب درفور ووسط درفور وأيضا في ولاية شرق درفور وأجزاء واسعة من جروب درفور وشمال درفور أيضا هذه الأوضاع تزيد الأوضاع الصحية سوءا هناك نقص كبير في الدواء بعد نهب مخازن ونهب أيضا صيدليات وشركات خاصة تتبع للصحة وأيضا تتبع للقطاع الخاص في إقليم درفور الوضع في غرب درفور هناك نزوح كبير واللجوء أيضا كبير في الجنينة الأرغام تشير إلى أكثر من مئة ألف بلاجئ بأدري التابية نعم كما أن هناك أيضا نزوح داخل مدينة الجنينة عقوى عاصمة ولاية غرب درفور وفي وسط درفور أيضا هناك أوضاع إنسانية معقدة جدا خاصة بعد انقطاع الاتصالات عن هذه الولايات إذ لا يمكن التواصل مع الناس هنا نتحدث عن ولايات غرب ووسط درفور بأكملية خرجت عن تغطية الاتصالات ماذا عن الوضع العسكري وأين تتركز على اجتباكات؟ نعم ليلة البارحة هناك اجتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في محلية كتب التابعة لولاية شمال درفور أنباء عن سقوط عدد كبير من الغتلة في صفوف المدنيين هناك أيضا قتلة يعني الليلة المغاومة في شمال درفور تشير إلى سقوط 40 غتيل حتى هذه اللحظة من المدنيين في محلية كتب وهناك عدد كبير من النازحين يسمى معسكر كثاب صغط منه عدد كبير جدا من النازحين جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع أنباء أيضا عن سيطرة الدعم السريع على هذه المدينة وعلى حامية المدينة التي يقودها عميد في الجيش محلية كتب ظلت الأيام الماضية بها توترات كبيرة خاصة بعد مقتل أيضا مقدم في الجيش أيام الماضية تطورت هذه الأحداث حتى شهدت مواجهات مباشرة بين الجيش والدعم السريع الآن الأخبار التي تأتي من هناك تشير إلى دمار كبير جدا لحغاء بيئة المدينة وأيضا عمليات نزوح كبيرة لنازحين بمعسكر كثاب وبالمواطنين داخل هذه المدينة الاتصالات منغطعة سوى بعض الأخبار التي تأتي قليلة جدا لكن قد تتوسع رقعة الصراع هناك في المحليات المتاخمة لشمال دارفور وتشمل أيضا محليات أخرى بشمال دارفور الوضع الصحي أيضا وضع يعني هو ليس بأحسن حال من غرض دارفور ومن وسط دارفور من عدم كبير جدا في الأدوية المنجدة للحياة وأدوية الطوارئ بالمحليات وبأيضا رئاسة الولايات هل هناك أي أثر أو مجال أو طريقة يتم إيصال المساعدات الإنسانية يعني عبرها بأي شكل من الأشكال نعم هذا السؤال يعني ظلت حكومة قليم دارفور تبحث عنه منذ بداية هذه الأزمة هناك عمليات بحث لفتح جسر جوي بالتاد لإدخال المساعدات إلى غرب دارفور ووسط دارفور حتى الآن يعني هذه الخطوة لم تتم لكن حكومة غليم دارفور تتحدث عنها مرارا وتكرارا اليوم حاكم غليم دارفور من أركام النابي ذهب إلى الحدود الليبية هناك لترتيب بعض الأوضاع يعني الإنسانية وإدخال بعض المستلزمات وبعض الأدوية لغليم دارفور ذهب بنفسه للترتيب في الحدود مع الحكومة الليبية هناك في الاتياه الغربي لغليم دارفور هذه الخطوات يتحدثون عنها ولكن تحتاج أيضا إلى جهود كبيرة تحتاج إلى تدخل لوزارة الخارجية تحتاج إلى تفاهمات مجتمعية حتى تزم في أسرع وقت والوضع لا يستنى ولا ينتظر في غليم دارفور لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر